قل هذه سبيلي ده طريق الرسول عليه الصلاة والسلام طريق كان شنو حاجتين بس أدعو إلى الله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية على بصيرة يعني على علم وده طريق الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة بالعلم هو وأدباعه أنا ومن اتبعني ونحن كلنا نتمنى إننا نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام ما هنقدر نتابع إلا بالحاجتين دي لأنه ربنا قال قل هذه سبيلي الماء بعمل الحاجتين دي يكون طلع بر قوله تعالى هذه سبيلي وهذه سبيلي هي نفس قول الله تعالى وأن هذا صراطي نفس المعنى وأن هذا صراطي هي نفس معنى قوله تعالى قل هذه سبيلي بطريق ربنا وطريق النبي عليه الصلاة والسلام بحاجتين بس الدعوة والعلم الدعوة بالعلم والدعوة يا جماعة هي دعوة التوحيد وبالذات نحن في بلد زي بلدنا دي لا يمكن تمشي لجماعة صوفية في جامع ويكونوا كلهم معتقدين في ود بدر وتقول لهم الله يخدر ندرسكم الليلة طبعا ال الاسم شنو البيغونية لابد تعلمهم أول حاجة العقيدة والتوحيد يا ناس شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما الرسل معاذ ابن جبل رضي الله عنه لليمن وأهل اليمن كانوا أهل كتاب أهل كتاب دل عندهم علم يا جماعة وفي كتابهم أن نزل من السماء وحتى كتابهم المحرفة الموجودة الليلة فيه التوحيد زي ما فيه باطل فيه حق برضو زي ما قال ابن تيمي رحمه الله من أعظم الحق فيه التوحيد فيه توحيد عديد الرب ليس شواه والرب ليس آخر والرب لا شريك له جوه الكتاب دا الهس موجود دا يعني عندهم علم بالتوحيد لكن قال له برضو انت صاح ماشي له لكتاب وعندهم علم بالتوحيد لكن برضو فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أول حاجة يبقى أي داعية مشا لو جامع فيكم إنتم لو درست ماتين سنة ومشيت ليك جامع والجامعة مع ربطين الحجبات والنوبة مدورة برة وبعد شوية بدخلوها جوا وتمشي دارة الفلسف وقل لك لما نحبوني بعد ذاك بتديهم توحيد داري عرسوا ليه؟ لا تديهم التوحيد دي إن شاء الله ما يحبوك إن شاء الله يفلقوك تديهم العقيدة الصحيحة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول أول شوف أول دي كان ممكن يقول فليكن ما تدعوهم إليه إلى يوحدوا الله ثم الصلاة ثم الزكاة كده كان مفهومة إن التوحيد شنو؟ أول ولا ما مفهومة؟ مفهومة لو بيثم مفهومة لو بلواه برضو مفهومة لو بلواه برضو مفهومة إن الأول التوحيد لأن الواه عند العرب في الأصل كان تفيد الترتيب برضو لكن ثم الترتيب مع التراخي ثم فكل الأحوال بيوفى من التوحيد داول لكن النبي ما اكتفى بلواه ولا ثم ولا كده قال أول مع إنه جاء أول هو قال جاب فليكن التوحيد ده جابه اول وجاب الصلاة تاني وجاب الزكاشنو تالت لو ما قال اكلمة اول دي الرسول التوحيد مش كان اول قال اول لكن ما اكتفى بالترتيب وانما جاب لفظ والترتيب مع بعض فليكن اول اول ده توكيد عجيب ورد على اي حزبي منحرف قاعد يتلولو ديل دا يرينا الدنيا ما دا يرينا الاخرة يا ناس عرفتوا كلامي الزولة الدائرة الاخرة ودائر سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام والله بيكون داعي التوحيد اي زول ما داعي التوحيد ده واحد من اتنين بل مناسبة انا غيرت ما بعرف تالي ده اتنين بس اما هو جاهل ما عرف الدعوة ذاته والجاهل ده حرام على ويدعو لا نقال على بصيرة يعني على علم انا ومن اتبعني واما يكون دارهاك الكسرة بالدين ده لانو الحزبين ده الكلهم تركوا الدعوة للتوحيد وكانوا ما عرفين عرفينها لكن لا تركوها لانو بيظنهم الفاسد ظنوا انو الكلام في الشرك والقبب والكباشي والمكاشفي والمدايح والحجبات ودعاء غير الله والحاجات دي ظنوا انو ده يتعارض مع المصالح الجيبية والكرشية حقتهم عشان كده تركوا دعوة التوحيد بل انت لو مشت جامعهم جامع محسن رسل سبعتاشر مليار عشان ابن جامع للتوحيد ديل ضربوا منها تلاتين في المية قال بيسموها مصاريف ادارية والله العظيم جد تلاتين في المية يعني في كل تسعة مليار عندهم كم تلاتة في كل تلاتين مليار عندهم كم عشرة وبعد دياريت لو بنوا الجامع ده قالوا فيو تا توحيد ولا تا تمر ذاته كل ده ما قالوا ليه لانو التوحيد يتعارض مع المصالح الشخصية حقتهم ضربوا في ظنهم لانو من توحيد الربوبية انك تعلم وفي السماء رزقكم وما توعدون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وان من شيء الا عندنا خزائن وما ننزله الا بقدر معلوم ان روح القدس نفس في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها ما بيزول فيكم بيموت الا ياكل اخر طراضة كتبت له ما تشفك لو ما اكلت اخر طراضة دي ما بتموت بالمناسبة السماء بتموت ولا ربنا برسلك ما لك الموت الا تاكل اخر سندويتش بتاع طحنية مكتوب لك تاكل اول حاجة بعدك بتموت يبقى الشفقة ليه واللولة باسم الاسلام واسوأ من ذلك باسم الدعوة السلفية ليه ليه فاما زول جاهل واما زول محتال بيظن بيظن الفاسل ان الكلام في العقيدة بضيع الرزق بتاعه ياخر رسول عليه الصلاة والسلام قال والكلام ده لابد لابد اتاصل في قلوبنا تأصيل ويتحفر حفر ويتنخر نخر ويتنحت نحت يو قلوبنا دي بالمناسبة هالسريح ليه مش كتار ممكن يطلع منكم دعاة اتنين الباقين مشهولين الله وعلا ندرس وندرس 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 ممكن ممكن تطلعوا كلكم ونسأل الله ذلك لكن الله وعلم والله يجد السبب يهون يانيدي انت قال السبب شنو والله ما في سبب قاعد يخلي الدعاة ديلي يتلولوا ودعاة انصار السنة شايفينهم ديلي ما شايفينهم انت ليه يتلولوا وبيقوا عاملين كده عن يانيدي بس داك سأله لما رأيك في عبد الحي شال التلفون خدت جنب المروحة بتاعة التربيزة وقفل الخط السبب يهون الموضوع دا زاته يا ناس دا كان بيقول احفظ متين اسر قر وتحدو بيه الجماعة كلهم ويبكي يبكي على خيبته ويبكي قول في عدم جلوسها للبدع والله بس بس لف كده مشه معها للبدع ولا الليلة معها للبدع كله من اجل الارزاق والناز مستعجلة لارزاقه وما عندها صبر يا اخي يا اخي الصحابة قالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر والحجرين في بطنه صلى الله عليه وسلم دا ممكن يرفع الدين لالله ربنا نزل له خزائن السماوات والارض ممكن لكن شانا نتعلم انه الدعوة دي تعت التوحيد دي لو انت ما صبر ما بتقدر تقعد فيها ولو امتلأت علما لما نجدته ولما ندفقته تصبر يا اخي اسعى للرزاق ايه لكن يكون عندك صبر برضو على لأواء العيش تصبر مرة ما عندك قروش مواصلات تكدر او عكتمش سبيل الرشاد تكدر ما عندك قروش مواصلات تصبر او عكتمش تقول لك جمجمعية كتابه سنة ولا غيره اصبر الله بيديك انت قال ربنا ما شايفك ألم يعلم بأن الله يرى عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ده ري طمنه حديث صحيح صحة ولا الباني بيطمنك في موضوع الارزاق دا بصورة كافية نهاي نهاي دا علاج كامل وشافي وكافي قال النبي عليه الصلاة والسلام لو ان احدكم كلكم انا وكلكم ان تدير هرب 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 قام جاري هرب من رزقه كما يهرب من الموت الناس بيهرب من الموت قل ان الموت الذي تفرون منه والسيدة عاشية قالت يا رسول الله انا لنكره الموت فالنفس البشرية بطبيعتها بتكره الموت وان لقى الطريقة تفر بتفر اها لو بتجري من الرزق بتاعك ما دايره هربان منه وخايف منه ذاته ما دايره زي هروبك من الموت خوفا شوف زول بهرب من الموت كيف هرب من الرزق قالوا له يا اخ المحل ده فيه الغام طوالي بعض جلابته شنو بجري طوالي راجع فلو زول جرى من الرزق بتاعه جرى عبيل عض جلابته فتح ما داير الرزق لو ان احدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت صحه الالباني يبقى تاني ما في جمعية حيات راس ولا سجم والانصار سنة ولا راجين والله المرتب والمحسن مماتت عند وجع بطن ما جاب المرتب ما عندنا كلام زي دا ليه لانو انت داعيا لالله شغال مع الله باقي لك الله بخليك كدي بس براحة كي داك خالو دا الوزير مسلا يعني وزير المالية قول لك انو الله لو ما بدون شهادة باشتغل يا زول عمك يقول لك قدامي يا زول خالي الوزير صح ولا ما صح طيب زول شغال مع الله عديل الله بيخليه الله ما بخليك جعان ولا لكن ممكن يمتحنك ممكن شنو يمتحنك الامتحان دا الجماعة بيزقط فيه هل اصلا حزبي ومرضان وزول ما مخلص في الدعوة دي بيزقط فيه عشان كده جماعة دعوة التوحيد دي اول حاجة تصبر تصبر وتدعو الى التعقيد والتوحيد واعلم انو الله الله بيرزقك ولو بعد حين طيب لذلك يا جماعة الناس يغزوا المساجد دي كلها والحلقات الحمد الله فتحت والدروس وغيره اغزوا المناطج دي كلها دعوة يا جماعة الآن زمان كان عندنا صوفية الآن الصوفية زادهم قاعدين بيقوا وبابهم زادة قاعدة ووحدات لوانوها من جديد تاني استعدادا للموسم الشرك القادم شفتها كيف وانضاف على الصوفية بيقى عندنا شيوعين وملاحدة وفنانات وقونات وبلاوي شفتها كيف ومسرعهم درمان جايبين واحدين عرايا عواليك وكل راجل شايل له مرة صحيح انت شايف بعينك الباطل كيف تصمخش ما كتكون قاعد ما بتعرف خطابة وزع كتاب ما عندك كتاب اشتغل دعوة بمالك ساعد الناس الشغالين دعوة اجيب مكرافور للحلقة اجيب بتاع المين انت ادرب الحاجات دي فالدعوة ما بتحد حدود معينة